السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل يظهر نبض الجنين بعد 40 يوم ام لا تتشوق المرأة لسماع النبض الاول لجنينها وتتساءل في اي اسبوع يظهر نبض الجنين في الزيارة الاولى للطبيب يسعى دائما لسماع النبض الجنين اما بالصنار المهبلي او البطني بناء على الوقت الحالي للحمل فاذا كان عمر الحمل ما بين الاسبوع الخامس والنصف الى السادس فيمكن للطبيب باستخدام الصنار المهبلي ان يستمع لنبضات قلب الجنين اما اذا كان عمر الحمل ما بين الاسبوع السادس والنصف الى السابع فحينها يستخدم الطبيب الصنار البطني ويمكنه من خلاله باذن الله سماع نبضات قلب الجنين وهناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها تحديد الموعد الذي تستطيعين فيه سماع نبضات قلب الجنين بإذن الله فإذا كانت دورتك الشهرية منتظمة ومدتها 28 يوم فيمكنك بإذن الله سماع نبضات قلب الجنين بعد فوات موعد الدورة الشهرية بإسبوعين تقريبا هذا ويكون معدل نبض الجنين في بداية الحمل ما بين 160-180 نبضة في الدقيقة ومع ذلك قد يتفاوت الوقت الذي يمكن اكتشاف فيه نبض الجنين ما بين الحوامل فقد تمتد ما بين الإسبوع السامن والعاشر من الحمل فمن أهم أسباب عدم سماع نبض الجنين في وقت مبكر ما يلي وجود رحم مائل للخلف أو السمنة المفرطة عند الحامل أو إعطاء موعد أول يوم من آخر الدورة خاطئ في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم ياريت تدعمنا بلايك وكومنت وشارك الفيديو مع أصدقائكم واتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ